علقت المبعوثة الأممية جينين بلسخارت خلال إحاطتها التي قدمتها لمجلس الأمن الدولي على أحداث كاركوك الأخيرة مؤكدة أنها تبعث على القلق ومن غير ممكن تجاهل خطورة هذا الوضع وأن انتخابة مجالس المحافظات المقبلة تكتسب أهمية بالغة كذلك خصوصاً وأن كاركوك لم تشهد انتخابات محلية منذ عام 2005 الأحداث الأخيرة في كاركوك والتي أصفرت عن وفاة وأصابات تبعت على القلق بينما هدأت الحالة في الوقت الراهن فإنه لا يمكن إغفال هشاشة هذا الوضع كما تعلمون في السنوات الماضية فإن بعثة المتحدة قد سهلت عقد جلسات حوار بين ممثلي مكونات كاركوك ولا نزال اقتناع أنه يمكن التواصل الاتفاق ولكن لكي يحدث هذا من الضروري أن يتم إعطاء أولوية لاحتياجات الناس بدلاً من المكاسب السياسية بالطبع انتخابات المجالس المحلية بـ 18 من ديسمبر هامة لأن كاركوك لم تشهد أي انتخابات محلية منذ العام 2005 اشتركوا في القناة